اشتركوا في القناة مفوقك ولا محصور احسام؟ اخفص وننزل عن اذنك احسام اصلي محصور انت برحت يا جباب في مكان ليه يا رجالة؟ فضل يا باشا غسح وجود شخص احبوا طلعتني يا القرآ نعم الله يبني سلامك انت وضعنا انا أحب هذا في سهول كنت عيز أسئله لكن كنت محصوفة لا ليه عادي أنا كنت نايمة في كفل، يعني المكان اللي كلنا هل نسائل فيه يعني بعد عمر طويل إن شاء الله ليه بتقول كده هو الموت وحش بالعكس يا حسامي يا بغت اللي ماته عارف أحلى حاجة في الموت هي يا حسامي لا الحقيقة مش عارف إنه يكون ليه معنا ويكون اللي مات قده رسالته طب حصل خير يا ندار أنا أساسا ما كنتش عايز أسر أنا أغذر معاك يا ايوه أبو حسين إحنا عدنا تلت الطريق تقريباً بعد شوية حانيبقى في نقطة التفتيش اللبنانية هكلمك من هناك متشاكر أبو حسين متشاكر أخوة لا أسمحنا نجي باشا التليفون ده ممكن نكلم مصر لا مش عارف الحقيقة طب معلش نبي أصلي ممكن أكلام ماما نفس اسمع الصوت هوا أخوة تكلمت مش نتقول لها شي احنا فين شرم الشيخ برضو ألو ماما كده برضو يا داعي طول المدة دي يا ابني ما تطمنيش عليك أنت فين يا ابني؟ أنا كويس يا ماما كويس أول الله العظيم لا 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 ما تقلقش عليها خالص أنا يا ابني ما بنامش والله ما بنام لو هتكون بتعمل حاجة غلط يا زير والله العظيم ما عملت أي حاجة تغضبك يا ماما احنا في شرم الشيخ أه في شرم الشيخ كلها يومين ثلاثة ورجع على طول إن شاء الله الطميني الطميني يا ست الحباب الديني كريم بقى كلمه الديني كريم إيه كريم كريم أيوة أيوة يا كريم إزاك يا حبيبي عمل إيه؟ اسمع يا وادة عايزك تخلي بالك من ماما كويس قوي بقولك إيه؟ أنا عايزك تحلم تحلم بأي حاجة وأنا حقق أهالك آه يلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله متشكر قوي ناجي به أنا كان قلبي بيكوند عليهم قوي بس أول ما سمعت صوتهم رح ردت فيه بقولك يا كبير ما أنا مؤاخذة يعني ما نزهر بس اللي أمو حرنان عليه ما إحنا أمهاتنا برضو قال بقى بيهف علينا ولا إحنا أعني أولاد البطة الضيخة وعدم أغراجش يا كبير إن أنا عافياجي كده أنا 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 من جوه بسكوتها بسكوتها يا كبير وبفكر فمي ليل نهار هتكلمها فين؟ دا عادة في الشارع لا يا كبير ما أنا أنا أتكمرت لها نمرة على عدة كده عشان أبقى أتطمن عليها هتلقى يا بقيته؟ لا لا يا كبير ما بعتوش قلنا بقى كبير أسلم عليها بس يا كبير عشان خاطر يا كبير أسلم عليها خط ربنا أبرك لنا فيك يا كبير أستغذيناك بس أطلع عن نمرة يا دا يا كبير هتا قد تدبان عليها يا كبير مش متاح ولا ولا غير مغلق والحاجات دا يا كبير ولي يا حمار لازم تطب الأول الكود بتاع مصر اللي وزيره زيره اثنين اللي وزيره زيره أيوا يا حاجة إزاك يا حاجة أما أنت وليها قالت الأدب صحيح هلش يا هلش يا تبتشيمي ليه؟ ام صحافية كبير خد ام صحافية كبير ديوليها شرشوحة معلش يا كبير معلش هم غشمة شوية ياما أيوا ياما أيوا ياما الغوالي أنا حم تجليل أما أنت وليها قالت الأدب صحيح الله أجل ماذا ياما ياما فييً؟ أفجلين ابنك ابنيك أفجلين إيه؟ انت تغلطت عني إسرائيل؟ الجهد بهنا لا 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 ياما احنا علمنا عليهم وشرطناهم من تحت الفوق ياما شرم احنا كنا شرم شرم احنا كنا في شرم ياما وتلاقي بس اللي في اسرائيل ده واحد شائق ولا حاجة والنبي ياما عايزك تجيب جلبية الحج اللي احنا قلنا عليها والنعمة ياما نحججك والنعمة نحججك وعايزك ياما تفرش الملاية في الحارة وتقف عليها بقعوبك وتقولي اي حد خد مني حاجة هردها له طاق عاشرة اااااااااااااااا uh يالله يا أمه الغوال Y säلام يا حبيبا يا حبيبا سكر يمفيم سكر لو سمحت لي انا اجيفاش دجيجة واحدة بس على ساعتك هكلم مهمة كمان يا شيخ حسن لا دي مكلمة الوجه الله شيخ عبدالله اللي مسك مكاني في المسجد هو سنطرال суهرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ عبدالله هاهاها loads لأن لا يا راجل هذا كذب وافتراء وبهتال إعلام إيه يا راجل حد يصدق الإعلام ده إعلام كذب بقولك إيه؟ أنا راجع كمان يوم ولا اتنين بالكتير سجاجي دي المسجد كلها هتتغير أول عن آخر والمنصة والمأزنة هيدنوا من جديد وأعوزكوا تتفاوضوا لحدة الأرض اللي جار المسجد دي عشان نعمل توسعات ربنا يوسع عليكم علينا سلام عليكم مع السلامة سلام رحمة الله ربنا يخليك ليلة ما يخرب بيوتكم التلفون قطعة شحن انت معكش شحن عربية باشا؟ شحن ايه في الهو اللي احنا فيه ده؟ خلاص كله نوسع ونوسع يلا كله على عربية باشا هو انا ممكن ااخد نصيبي في سوريا؟ ما فيش حد عايخد دولار واحد كله عايخد فلوس في مصر ايش معنى يعني عايزت ااخد فلوسك في السوريا؟ انا بقول يعني الواحد يقضي له يومين استجمام بعد العذاب اللي شفنا ده يا باشا انت يا ابني فاكر اللي عملية خلصت طول ما احنا برا مصر فعنا معددين في اي لحظة ما فيش امان غير في مصر عمار يا مصر عمار يا بلد الامن والامان والله انت عارف يا باشا بلدنا دي يا مقاسد ربنا نخليك لينا يا بلد بس ايه كان لها شمخة في الحرب وشمخة اكبر في السلام اخباي الوضع بتجليل ايه الحلوة اللي انت فيه؟ ايه الوعي السياسي اللي جالك ده؟ ما لما لي يا باشا لا